موسيقى وانا بتكلم مع حضراتكم دايما بالعقل انا عندي تعليق مهم جدا على بعض الحاجات اللي اتقالت فيه او عن النادي الاهلي بعد المباراة السوبر والحقيقة من حق زي ما قلت لحضراتكم اشراق النادي الاهلي ان هما ينتقدوا لتصحيح الاخطاء محدش يضرف محدش فينا بالعكس احنا بنقض نسمع انا شخصيا لما يبقى فيه انتقاد معين لشيء بقل اسمعه للاخر لو فيه حاجة كويسة بنقض نسمعها للاخر عشان نطور من دي او نشوف ايه اللي غلط ونصلحه ده تعلمته فين في النادي الاهلي او النادي الاهلي بيعمل كده اكيد النادي الاهلي وجهازه الفني عارفين كويس قوي قوي ايه اللي حصل في المباراة وانا عندي هي مش معلومة ولكن هي طبعا الناس كلها شايفة ان هناك تحليل جزء جزء في هذه المباراة وتصحيح لكل الاخطاء الفنية كلها يا جماعة مش اول مرة يضرب النادي الاهلي لكن هذا الرجل محقق خمس بطولات فيه موسم كلنا واثقين فيه وكلنا عارفين ان هو عنده او هو مدير فني كبير وانا هنا عندي عتاب لبعض الناس اللي بتقول ان الاهلي هيعود اقوى مرة تانية ان النادي الاهلي موقعش اقعدوا تصدقوا ولا تسمعوا هذا الكلام الاهلي زي ما هو عقمة بالمناسبة وبيدور على البطولات الجديدة في الموسم الطويل القادم الاهلي دايما هيفضل قوي بمجموعة لاعبين على اعلى مستوى حتى وان غاب التوفيق في مباراة حظنا كان وحش مع بعض الاخطاء الفنية مع حكم قبل كل ده حكم كان يريد وجهة نظري هزيمة النادي الاهلي لا احد انا دايما هنا لا اتهم حكم بانه هو قاصد ابدا ولكن انا كنت شايف ان هناك تحامل كبير على النادي الاهلي وانا اعب بتفرج والله والله يعني من موقع المتفرج عادي كنت وانا اعب بتفرج كده بشوف ان هو للأسف انا ما عنديش حقوق عشان كنت جبت لحضرتك الكرة بتاعت كهرباء والكرة اللي تحسب تراكل الجزاء وده دايما لو عندك منها صورة يا سامير حطها لنا وده دايما اللي انا كنت بقول لحضراتكم انه حتى لو فيه خطأ ولكن المسترة واحدة برا مصر المسترة واحدة لكن اللي احنا شوفناه في افريقيا ان المسترة مش واحدة كرة بتحسب راكل الجزاء ضد مروان عطية وكرة بتحسب لا تحتسب راكل الجزاء ضد كهرباء لكن في نفس التوقيت الحمد لله والشكر لله عندنا صفقات قوية عندك فريق قوي عندك جهاز فني على اعلى اعلى مستوى انا هنا فخور بجمهور النادي الاهلي سواء اللي كانوا في الملعب ايه الحلوتهم وايه جمالهم وايه طعمتهم دي او اللي كانوا على سوشال ميديا جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر فريقه اهو معلش انا اسف يا جماعة معلش والله اعذروني انا راجل بطبل للنادي الاهلي زي ما حد حيطلع يقول دلوقتي بطبل للنادي الاهلي هل هذه الكرة اللي امام حضرتك مش راكل الجزاء كرة دي مش راكل الجزاء يا جماعة حد يقول لي طيب او فاول او اي حاجة زي ما تتحسب يعني يعني كرة فاول او راكل الجزاء وريني التانية جهزة عندك ولا مش موجود طيب يلا دورنا دلوقتي كلنا الدعم والمسندة للفريق في منافسات الدوري والبطولة الافريقية ده اللي انا هعمله وده اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية وده اللي انا تعلمته من حضراتكم من جمهور النادي الاهلي عندنا مباراة من الثلاث في بداية الدوري المنتاز عندنا بعدها دوري الاثنين وثلاثين في دوري ابطال افريقيا مع سان جورجي الاثيوبي وعندنا مباراة ربع النهائي في دوري السوبرليج الافريقي اهي يا فندي انا مش حقدر اقولوا ان دي مش ركل الجزاء لأنها مبين او مبين لا اللي عايز يقول انها ركل الجزاء يقول اللي مش عايز انا شايفة مش ركل الجزاء ولكن ماشي في ناس تقول لك قسل رجله خبطت ويقع حط ايده على رجله او رجله جت على رجل اللعب الاتحاد العاصمة وبالتالي تحتسب ركل الجزاء طيب دي تحتسب ركل الجزاء والتانية لا تحتسب ركل الجزاء يعني غريبة جدا غريبة يا أخي يحسب دي ويحسب دي لو أنت عايز المصطرة لازم تكون واحدة الواحد زهق من أفريقيا وخلي بال حضراتكم أو زهق من حكام أفريقيا خلي بال حضراتكم أنه الفترة اللي جاية أنا لازم أكسب لازم أجيب جنو اتنين وثلاثة يعني دايما كان مستر مانويل جوزي قولنا هذه الكلمة انزلوا أول ربع ساعة هاتوا جنو اتنين وثلاثة واربعة وخمسة لو تقدروا لأنه ما تعرفش الحكم هيعمل ايه وخسرنا نهاية 2007 من عبدالرحيم العرجون في القاهرة على استاد القاهرة وسط 120 ألف متفرج بسبب أخطاء تحكمية واضحة اهي دي الكرة اللي أنا بتكلم عنها اهي كرتين هم قدام حضرتك يعني دي ما تتحسبش ودي تتحسب حاجة غريبة جدا اهي كرة امام حضرتك ويعني شوفها زي ما انت عايز عايز تحسب بتاعة مروان أو اللي على مروان ركل الجزاء يبقى أحسب بتاعة كهرباء ركل الجزاء القاعد دلوقتي ما بيشجعش النادي الأهلي هيقولك بص يا عم طالعين يدفعوا عن عن ايه ويطبلوا لفريقهم اولا ما عنديش مشكلة على فكرة ان انا طبل لفريقي طبعا ولكن بجد ظلم تحكيمي بيّن بجد ظلم تحكيمي واضح ولازم أفضل أقول هذا الكلام لأن هذا الكلام هو الكلام الحقيقي اللي أنا لازم أقوله وحفظ لسانة فريقي لغاية آخر لحظة لأنه ما حصلش حاجة اتغلبنا حصل حصل كتير عندنا نفسيا وزعلنا وكل حاجة ولكن القادم أفضل عندك فرقة عندك فرقتين كويسين جدا جدا أفضل سكواد في مصر وفي إفريقيا مهما حصل وبالتالي دورنا دلوقتي المسندة والدعم وده اللي تعلمناه دايما من جمهور النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر